اهلا بكم عزيزي المتابعين معكم الدكتور تامر النهاردة هنتكلم شوية عن فصيلة الدم ايه هي فصائل الدم وايه انواعها يعني ايه واحد فصيلة دم وايه بوزيتف والتاني بي نيجاتف ايه يعني الفصائل دي ومين ينقل دم من مين وهكذا وما تنساش في البداية اعمل لي لايك للفيديو كلنا عارفين ان الدم اللي بيجري عندنا ده بيتكون من جزئين رئيسيين الجزء الاول اسمه بلازمة بلازمة دي يعني السائل اللي بيجري جواه الخلايا والبلازمة دي بيكون جواها معادن وفيتامينات وهرمونات وحاجات تانية كثير الجزء التاني هو الخلايا اللي اقصد به كرات الدم الحمرة كرات الدم البيضة والصفائح الدموية ففصائل الدم بنحكم عليها كلمة السر فيها حاجة اسمها الانتجين بيكون موجود على كرات الدم الحمرة اما الانتبودز فبتبقى موجودة داخل البلازمة احنا قلنا البلازمة السائل يعني على سبيل المثال لو واحد فصيل الدمه فكرات الدم الحمرة بتاع الشخص ده بيبقى عليها انتجين بيبقى لازق فيها بروتين بنقول عليه انتجين بيقول عليه بالعربي مولد المضاد المهم اعرفه انتجين اسمه ايه وهنرمز ليه بالرمز المربع حاجة كده رمزية فقط يبقى الشخص اللي فصيل الدمه ايه كرات الدم الحمرة بتاعته بيبقى عليها انتجين من النوع ايه اما البلازمة بتاعته السائل ده بيكون فيها انتبودز او اجسام مناعية اجسام ضد بي فلو نقلنا له كرات دم حمرة من فصيل الدم بي الاجسام المناعية دي هتكسرها لكن هي مش هتكسر ايه لان هو ده فصيل الدم هو الاجسام المناعية ضد بي شخص تاني فصيل الدم بي يبقى كرات الدم الحمرة بتاعته عليها انتجين من النوع ايه بي وهنرمز له بدايرة رمزا كده عشان نعرفه اما البلازمة بتاعته السائل بيبقى جواها اجسام مناعية ضد ايه يعني لو جبنا لها كرات دم حمرة عليها انتجين ايه الاجسام المناعية دي هتكسرها اما لو واحد فصيل الدم ايه بي فمعناها انه كرات الدم الحمرة بتاعته عليها الانتجين ايه والانتجين بي في نفس الوقت عليها المربع والدائرة في نفس الوقت اما البلازمة لحسن الحظ ما فيهاش اي اجسام مناعية يعني ما فيهاش اجسام مناعية لا ضد ايه ولا ضد بي وبالتالي بنقول على الراجل ده مستقبل عام اقدر انقله من فصيل الدم ايه من فصيل الدم بي من فصيل الدم A B ومن فصيل الدم O لأن البلازمة بتاعته مفاهاش أجسام منعية ضد أي حاجة تانية فمش هتكسر أي فصيلة تانية أما بقى لفصيل الدم O فكرات الدم الحمرة بتاعته من الخارج أرعة مع لهاش أي أجسام مضادة وعشان كده بنقول عليها معطي عام يعني ممكن قدي دم O لعيان A لأن A عنده أجسام منعية ضد B إنما كرات الدم الحمرة بتاعت O مع لهاش حاجة من فوق يعني لما نوديها لأي نوع مش هتكسر لأن مع لهاش أجسام مضادة لA ولا B لكن للأسف البلازمة بتاع الشخص اللي فصيل الدم O بيكون جواها أجسام منعية ضد A وضد B وبالتالي مش هينفع أن قل له لA ولا B ولا AB لازم O فقط لأن O إحنا قلنا أرعة مفيش عليها أي أجسام مضادة فهي دي الوحيدة اللي ينفع أن ننقلها لواحد فصيل الدم O يبقى نقدر نقول إن O معطي عام يقدر يدي لأي فصيلة لأن كرات الدم الحمرة بتاعته مع لهاش أي أنتجن والA B بنقول عليه مستقبل عام لأن البلازمة بتاعته ما فيهاش أي أجسام مناعية ضد أي نوع يبقى كده المفروض إن إحنا عرفنا ABO System فصيلة الدم هي A ولا B ولا AB ولا O وبالمناسبة لو نقلنا العيان فصيل الدم خطأ يعني هو A جبنا له فصيل الدم B فده بيعمل تكسير في كرات الدم الحمرة اللي جياله الأجسام المناعية بتاعته هتكسر كرات الدم الحمرة اللي جياله ويحصل تكسير شديد ورق أجشن ومشاكل تانية مش بس التكسير كمان ممكن يحصل DIC ممكن يحصل فشل في وظائف الكلا وممكن الموضوع يتطور ويؤدي إلى الوفاة المال A حكاية positive و negative بقى هو A positive ولا A negative B positive ولا B negative الفكرة كلها ان فيه Antigen تاني يعني بروتين تاني بيبقى موجود على كرات الدم الحمرة اسمه Recess Antigen او عامل Recess بالعربي البروتين ده او الانتجن ده لو موجود على كرات الدم الحمرة كده بنقول على الشخص ده positive يعني واحد فصيل الدم A وعنده الانتجن ده اللي هو الريسس ده موجود يبقى اسمه A positive واحد تاني فصيل الدم A لكن كرات الدم الحمرة بتاعته ما عليهاش الانتجن ده بنقول عليه A negative وهكذا الR positive الناس اللي عندها العامل ده موجود Recess factor ده موجود بيمثله 85% من الناس اما ال negative فبيمثله 15% من الناس طب اهميته ايه الموضوع ده اهميته لو واحد RH negative سلبي يعني كرات الدم الحمرة بتاعته ما عليهاش RH ونقلنا له دم من واحد RH positive يعني مثلا واحد فصيل الدمه B negative نقلنا له دم من واحد B positive فاول مرة هتعدي بسلام لكن جسمه هيكون اجسام مناعية ضد ال RH ده او الريسس فاكتور ده او الريسس انتجن ده ولو نقلنا له مرة تانية دم RH positive فهو بالتالي حاليا بقى عنده اجسام مناعية هتهاجم الدم الجديد ده وهتسبب تكسير وهتسبب مشكلة كبيرة لكن اكتر مثال بنشوفه في موضوع ال RH ده هو السيدة الحامل لو هي RH negative سالب وجزها RH positive فكده طفلها ممكن يكون RH positive وبالتالي اثناء الولادة ممكن ينتقل شوي الدم بسيط كده من الطفل الى الام وبالتالي هيتكون عندها اجسام مناعية ضد ال RH positive ده لكن اول طفل بيعدي بسلام لان الاجسام المناعية اللي عند الام بتكون لسه متكونتش المشكلة بتكون في الطفل التاني لو كان RH positive لان في الوقت ده الام عندها اجسام مضادة ضد ال RH فممكن يتنقل كمية من الاجسام المضادة دي للطفل في مرحلة الحاملة او الولادة ويسبب تكسير في كرات الدم الحامرة عند الطفل ويسبب مشاكل كبيرة قد تؤدي الى الوفاة تقول لي طب ايه الحل في موضوع الام ده الحل ان قبل السيدة ما تحمل بنعرف فصيلتها وفصيلة زوجها لو كانت هي positive وزوجها positive مفيش مشكلة هي negative وزوجها negative مفيش مشكلة هي positive وزوجها negative مفيش مشكلة المشكلة الوحيدة لو هي negative وزوجها positive لو هي سلبي وجزها ايجابي هي دي المشكلة في الحالة دي لو حصل حمل بنيديها حقنة اسمها حقنة ال RH معروفة كده بالعربي حقنة ال RH اللي هي اصلا RH immunoglobulin او المصل وفي طريقتين او في رأيين للحقنة دي في ناس بتقول بندها لها مرتين مرة بين الاسبوع 28 ل 34 في الحمل والمرة التانية بعد الولادة مباشرة في خلال من اول 24 ل 72 ساعة وفي رأي تاني بيقول لا احنا بندها بس بعد الولادة على طول وخلاص وطبعا ده في اول حمل عشان الحقنة دي اهميتها ان احنا نمنع الاجسام المضادة انها تتكون فلازم لو سيدة RH negative وجزها positive والطفل positive لازم تاخد الحقنة دي عشان ما يحصلش مشاكل في الولادات او الحمل اللي بعد كده وبالمناسبة برضو هي بتتاخد لو حصل اجهاد او حصل نزيف مش بس الولادة وعلى فكرة كمان بتتاخد في كل حملة او اجهاد بعد كده مش اول مرة بس وكده يبقى عرفنا موضوع الRH هو كمان بالمناسبة فيه انتجنز تانية كمان موجودة على كرات الدم الحامرة مش بس الABO system اللي هو فاصيلة الدم اللي احنا عارفينها A و B و O ولا الRH بس ولا عامل رسس بس لا ده فيه انتجنز تانية كتير جدا موجودة على كرات الدم الحامرة لكن اهمهم واللي ممكن يعملوا مشكلة كبيرة هو الABO system اللي قلناها والRH اللي قلناها برضو وعشان كده لما بتطلب دم العيان بتقول له انا عايز مثلا اتنين وحدة كرات دم مكدسة من نفس الفصيلة بعد عمل التوافق اللازم طيب ما هو نفس الفصيلة ايه التوافق بقى؟ لا التوافق بياخدوا عينة من الشخص المريض اللي احنا هننقله دم ويحطوها مع جزء من عينة الدم اللي احنا هنديها للمريض ده ونشوف يعني هيحصل فيها ريأكشن كبير ولا لا نتيجة الانتجنز التانية اللي موجودة لكن في معظم الاحوال ما بيحصلش مشكلة ان شاء الله احنا قلنا معظم الهموليسيز او معظم المشاكل بتكون من نظام الابي او ونظام الرسز او عامل الرسز وكده يبقى انا خلصت وهسألك سؤالين هشوفك كده تعرف تجاوب عليهم ولا لا وهبقى اجاوب عليهم بعدين في اول كومنت ان شاء الله السؤال الاول هو ممكن لو دم تنقل من الطفل للام يعمل لها مشاكل لو هي مثلا ر اتش نيجاتيف وولدة الطفل الاول وكان بوزيتيف فدلوقت تكون عندها اجسام مناعية ضد الار اتش طيب في الحمل التاني مش ممكن كمية دم تيجي من الطفل للام وتعمل لها تكسير وتعمل لها مشاكل ده اول سؤال السؤال التاني هو انا لما بنقل العيان فصيل الدم ومثلا ايه نقلت له دم غلط فصيل الدم بيه احنا قلنا ان الاجسام المناعية بتاعة العيان هي اللي هتكسر كرات الدم الحمرة الجديدة اللي هي بيه طيب هو الدم الجديد ده مش فيه اجسام مناعية ضد الايه ما هو بيه فيه ضد الايه طيب هل اجسام المناعية دي هتكسر كرات الدم الحمرة بتاعة المريض نفسه ولا لا هشوف كده هتعرفوا الاجابة ولا لا بعد شوية كده هبقى حط الاجابة في اول كومنت ان شاء الله وفي النهاية بقى ما تنسوش اشترك في القناة واعمل لايك وشير وشكرا لحضراتكم